الدلو المقلوب من أكثر شخصيات التي يجب عليك الحذر وأن تتعامل معها في هذا الفيديو سوف أريك كيف تحدي الإطار الوجه الدلو المقلوب والصفات في علم الفراسة وهو علم تحليل شخصيات عن طريق ملامح الوجه شكل الجسم الطول وكل ذلك أول شيء الوجه أو الدلو المقلوب هو من الوجه العريضة أي عرض الجبهة عند منتصف الحواجب أطول من طول وجه أو مساوية طبعا هنا مساوية أو أطول بقليل فمعنى وجه مربع أو وجه من الوجه العريضة وتحديدا الجبهة لديه تكون عريضة وعرض الفك يكون عريضة جدا أعرض من الجبهة كما ترون هنا أعرض بفرق واضح حتى يمكن أن يظهر هنا ميلان فهذا هو الدلو المقلوب وشكل الجبهة يكون دائري من كل جهات على شكل الكرة الأرضية يعني دائري من الأمام من الأعلى من الجانب يعني من كل جهات فهو شخصيا مارنة جدا ولديه القدرة على التكيف في أصعب ظروف حرفية يعني مهما كانت تأتي الظروف فهذا هو إطار الدلو المقلوب وكذلك الدقن في الغالب يكون لديه عريض الملامح الداخلية طبعا سوف نقول لكم الصفات وأنتم سوف تستمتجون الملامح الداخلية وعلاقتها بالصفات يعني غالبا تجد الملامح مترابطة مع إطار الوجه أو الصفات التي نعطيها عليه أو تدعمها فعلى العموم نبدأ في صفات الدلو المقلوب أول شيء الدلو المقلوب هو من الشخصيات القيادية وكذلك تكون لديه هيبة قوية وحضور قوي جدا وهو دائما يسعى إلى السلطة ويسعى إلى المناصب القيادية يسعى أن يكون رقم واحد وكذلك لديه قدرة على التسلق وتحديدا يبدأ في الأول يعني هو من الشخصيات الدحلابة بمعنى أنه يتمسكن حتى يتمكن يعني التمسكن ويكون فيه يعني هو من أكثر الشخصيات التي لديها قدرة على التمتيل لنقل يعني أشطر شخص في التمتيل هو الوجه أو الدلو المقلوب وكذلك يعني في الحياة الواقعية فهو شخص يبدأك في الأول شخص حنون كذا 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 في الأخير سوف يقلب عليك شخص يعني حرفيا مرعب يعني شخصية بشعة حرفيا يعني شخص سوف يعني شخصية لا ترحم شخص قاسي جدا فجأة يعني من حنون إلى قاسي جدا بمجرد أن تنتهي مصلحته أو أن تقف ضده أو في طموحه لأن دائما هذه الشخصيات تكون لديها طموحات هذه الطموحات تكون بعيدة لماذا؟ يبدأ في الأول سوف أعطي أحكي لكم قصة يعني هذه القصة ليست حقيقية لكن رأيتها في أحد الرسوم المتحركة يعني شخص لديه نفس هذا الإطار طبعا هذه الرسوم أظن يابانية يعني أشخاص يفهمون في العلوم مثل علم الفراسة العلوم المتعلقة بالرسومات الفراسة ليست متعلقة بالرسومات طبعا لمن يسأل لماذا أشرب كثيرا حاليا الوقت متأخر جدا وأنا مسافر فأجهز هذا الفيديو حتى ينزل لكم غادل لذلك فأشرب أفوكادو حتى أني أستيقل جيدا لأن حاليا تأخر الوقت على العموم هناك فيلم ياباني أو مسلسل أو رسوم متحركة يابانية شخص بهذا الوجه بدأ أو دخل مع أشخاص معينين في عمل وأدخلوه مع أنه كان أو ليست لديه أو ليس لديه الحق أن يشغل في ذلك العمل لكنه بدأ يتمسكا وحرفيا بدأ يفعل أشياء مدلة جدا بنفسه وبعدها قاموا بتشغيله معهم كشفق عليه بعد فترة تقريبا عشرون سنة وكان وقته صغير صغير في السنة لكنه شاب بعدها يعني بعد أن كبر فجأة يعني انقلب على يعني وصل إلى منصب عالي جدا وفي ذلك المنصب هو يعني تحت الرئيس مباشرة بدأ يتسلق طبعا بالطريقة التي قلنا لكم إياه يتمسكن حتى يتمكن يتمسكن عليك يأخذ منك سلطة يقلب عليك مباشرة شخصية مرعبة شخص قاسي شخص فهذا الشخص يعني لا تعطيه تقاتك إطلاقا دائما إفهم هذه الشخصية وليست لديه أي مشاعر لذلك من الأول إفهم أنه فقط فقط مجرد مصالح كذا 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 على العموم بعد ذلك قام هذا الشخص بقتل طبعا هي مجرد رسوم قام بقتل الرئيس وانتزاع السلطة منه وقام كذلك بطرد عدة موظفين ليحصل على أو ليسيطر على تلك الشركة وكانت لديه مجموعة من المرتزقة أو يعني شخصيات غير مرغوبة في تلك الشركة وقام بتنصيبها مناصب عالية وستطاع السيطرة على تلك الشركة طبعا هي ليست شركة هي رسوم كذا متكلمون عن أشياء أخرى لكن أنا حاولت أن أدرجها في سياح شركة حتى تفهم فقط كيف تبدأ هذه الشخصية تكون لديها طموحات يعني حتى أبسط لك الفكرة طموحات بعيدة لماذا وتخطيط مستقبلي على الأقل 15 سنة 10 سنوات 20 سنة يخطط مثلا لعشرون سنة فهو يبدأ من الأسفل ويخطط لعشرون سنة كيف يصبح هو الأول في المكان الذي هو فيه وفي تلك السنوات كل سنة لديه خطط سوف يعملها وهذه الخطط أي شيء أو أي شيء يقف أمامها سوف تشغل الغاية تبرر الوسيلة وسوف يشغل الغدر يعني هذا الشخص غدار جدا طبعا المنامح الداخلية واضحة هنا لا توجد مشاعر شخص بخيل جدا هذا الشخص نصاب أو يمثل عليك يتدحلب عليك أو يتمسكن عليك بعد أن يتمكن يقلب عليك حرفيا هنا طبعا الغدر موجود في الحواجب موجود في العيون موجود تضليل موجود شخص ظالم يصنف الناس كذا كذا فأصلا العيون بايتة لوحدها تكفي في أن هذا الشخص ممكن أن يغضر لكن تلو المقلوب يعني حتى مهما كانت ملامحه الداخلية هذا الشخص يعني في أي لحظة ممكن أن يغضر ليست لديه أي مشاعر حرفيا فهذا هو الموضوع هو لديه خطط في تلك السنوات أو أشياء سوف يفعلها أي شيء أو أي شخص يقف أمام تلك الخطط حتى بدون قصد ذلك الشخص سوف يقوم بالغدر به وفعل أي شيء يعني يقوم بالطرق أو الغاية تبرر الوسيلة يعني هو سوف يفعل أي شيء بذلك الشخص بشرط أن يحافظ على مكانته طبعا لأن هذه النوعية من الشخصيات تلتزم جدا بالقوانين حتى يصل إلى السلطة إلى المراتب العالي ويأتي الشخصيات من الصعب جدا أن تمسك عليه غلطة واحدة لأنه يكون شخص يعني فاهم الموضوع جيدا ويعرف ويفهم في الناس وعارف أنه إذا غلط أو أخطأ سوف يحاسب سوف يحاسب فهو يحسب حساباته جيدا حتى يصل بأقل الخسائل لا لكن لن يلحم أي شخص يقف في طريقي كذلك يعني لديه هي بحضور قوي أي مكان يدخل لا تكون لديه حضور قوي وكذلك يستخدم الغذر في كل هذه الأشياء حتى يفرض سيطرته على الآخرين أصلا هو شخصية قوية جدا وحتى البدن لديه أو جسمه يكون قوي جدا هو شخص من المستحيل جدا أن يترادع في التحديات كذلك يتحمل المسؤولية وفورا لأنه شخصية قيادية جدا هو أكثر شخصية قيادية أكثر حتى من المربع كذلك لا يعترف بأخطائه إطلاقا وكذلك وصليت اللسان لديه القدرة على إهانة كرامة الطرف الآخر فقط بالكلام يعني بدون أن ينفعل وكذا وممكن أن ينفعل كنوع من فرض الشخصية عليك كذلك ومن الشخصيات العدوانية جدا أعرف هكذا أشخاص من الشخصيات التي تدافع عن صدام وكذا يعني تجدون مثلا دلوا مقلوب يدافع بطريقة عدوانية جدا ويهاجم ويفرض سيطرته يعني أصلا تجد حتى الطرف الآخر دلوا مقلوب فيلتقيان فتجدهم في السياسة تجدوه يعني شخصية مشهورة فيه فهذا الشخص ينفع جدا أن يكون في آتي المناصم مثلا سياسي مثلا أي منصب له علاقة بالتكلم مع الجمهور دائما هو سوف يعرف كيف يعني يجعل الآخرين يحبون فالدلوا المقلوب مع كل هذه الصفات فهو من الشخصيات المحبوبة فبكل بساطة إحدى من هذه الشخصيات سوف تقول لي أعرف شخصها كذا طيب رجل جدا محترم كذا كذا وقف معي غير وقف معي طبعا بمجرد أن تنتهي مصلحته سوف يظهر لك الوجه الحقيقي نقصد بهذا الشخص يعني بالملامح التي ذكرنا وليس هناك اختلافات هناك وجه طويل هناك مشاعر مثلا هناك كذا فك ليس عريض جدا أعرض من الجدد بفرق واضح فهنا توجد اختلافات فكان هذا فيديو اليوم طبعا أنت لوحدك انظر إلى العيون انظر إلى الحواجب انظر إلى الفم وانظر إلى إطار الوجه إذا رأيت يعني ليست للدرجة فهنا يعني تكون الصفات إلى حد ما معتدلة فكان هذا فيديو اليوم نراكم في فيديو لاحق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته